حابدأ بماتش الزمالك وعندي أخبار كمان مهمة بخصوص الزمالك حقولها لكم بس بعد ما نتكلم على المباراة النهاردة يعني الزمالك النهاردة كبداية موسم يعني بالكم الزمالك بدأ الموسم في نهاية شهر أغسطس كفترة إعداد يعني بدأ فترة الإعداد في نهاية شهر أغسطس مستر جوميس جمع اللعيبة واللي كان مدي أجازة لبعض اللعبين فالنهاردة مباراة خارج الأرض في بداية مشوار الكونفيدرالية مع فريق نقدر نقول متوسط المستوى أقل من المتوسط شوية لكن برضو الظروف النهاردة كانت كويسة بالنسبة للزمالك الزمالك ما كانش عنده غيابات الملعب كويس الفريق مش شرس اللي الزمالك بيلعبه فرقة الزمالك بقى عندها تقل في الملعب فعندها خبرات يعني لو مسكنا من حراسة المرمى هنلاقي محمد صبحي هنلاقي خط الدفاع حسامة عبد المجيد وحمزة المسلوسي يمكن نهاردة كمان مستر جوميس ملعبش في التشكيل بيحافظ على التشكيل اللي نهى به الموسم اللي فات وده التشكيل اللي اللاعب النهاردة 95% منه حيلعب ماتش الأهلي اللي في السوبر الأفريق اللي هو يوم 27-9 إن شاء الله فلعب حسامة عبد المجيد وحمزة المسلوسي في قلب الدفاع لعب ناحية الليمين محمد شحاتة المركز اللي كان مستر جوميس في نهاية الموسم اللي فات بيلاعب محمد شحاتة فيه لعب زهير أيمن نهاردة عمر جابر زهير أيصر في نص الملعب نبيل عماد دونجا وعبدالله الصعيد وناصر ماهر ثلاثة يعني مميزين جدا جدا فيه نص الملعب وإيه السلاس الأمامي زيزو ناحية الليمين مصطفى شلبي ناحية الشمال وشوفنا النهاردة سيف الجزيري ده التشكيل الأساسي بتاع الزمالك فيه صفقات جديدة فيه هنلاقي عمر فرج اللاعب الفلسطيني خلاص هيكون موجود مع نادي الزمالك الفترة القادمة هنلاقي اللي هو كونرد مشيلك كونرد الرجل البولندي الجناح هيكون موجود بس ده التشكيل اللي الزمالك هيبدأ به المطشاط اللي جاية وزي ما انتو شايفين جومز محافظ على الانسجام ان ده التشكيل اللي نهى بين موسم اللي فات مباراة كانت عادية ولا كان الزمالك في قمة مستوى ولا كان الزمالك وحش مباراة متوسطة بس الزمالك أنا شايف ان ده اول مباراة في الموسم الجديد خارج مصر في بطولة الكونفيدرالية اللي الزمالك هو حامل لقابها فالاداء يعني كويس مش وحش كبداية موسم ان طبعا انتو لسه الزمالك بقولكم يعني النهاردة كام نهاردة 14 14 9 الزمالك بدأ فترة الاعداد من اسبوعين ونص يعني من حوالي 18 يوم انه بدأ في نهاية شهر اغسطس فكويس ان الزمالك يكسب النهاردة خارج ملعبه الاداء طبعا مش هتلاقيه اللي احنا لسه في بداية الموسم والموسم اللي فات كان خلصان متاخر فلا الزمالك متماسك بس الزمالك بقى فيه تقل في الملعب فيه خبرات عبدالله الصعيد تلاقيه في النص ناصر ماهر هايل عامل يعني مستوى مميز جدا فيه انسجام بينه بين عبدالله وبيننا بين العماد دونجا الرجل اللي بيغطي في نص الملعب عمر جابر واخد الناحية الشمال وخلي بالكو مستر جوميز مش حيدفع بالعناصر الجديدة او الصفقات الجديدة مرة واحدة بالتدريج وفي نفس الوقت كمان زي ما قلتلكم بنسبة 95% افتكروا كلامي احنا النهار ده يوم 14 ماتش الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي يوم 27 يعني كمان 13 يوم بالزبط يعني يوم الجمعة اللي بعد الجاية الجمعة اللي بعد الجاية مباراة الزمالك والاهلي في السوبر الافريقي هتلاقي التشكيل هو ده مستر جوميز مش هيبدأ بنتيك اللاعب المغربي زمالك تعاقد مع محمد حمدي زي ما كنا بنتكلم الفترة مش هيبدأ بيه برضو هيبدأ بنفس التشكيل ده اللي هو منساجم اللي هو خفص بعضه اللي هو لعب قبل كده بالشكل ده عمر جابر هتلاقي ناحية الشمال هتلاقي محمد شحاته ناحية اليمين هتلاقي الخط الهجومي مصطفى شلبي وزيزو بس هيبع عندك دكة جامدة هيبع عندك دكة كويس هيبع عندك عمعد محمود لعب كويس جدا الباكرايت موليد 2003 اللي كان الزمالك مطلعه اعارة للجونة ورجع عندك حسام أشرف من هدفين الدوري السنة الفاته عمل موسم رائع مع بلدية المحلة برضو هيبقى موجود هتلاقي عمر فارج هتلاقي مش هيلاك اللي هو الكونراد اللاعب البولندي الجديد هتلاقي فيه عناصر كويس هتلاقي فيش كبالة يشتغل برضو بشكل كويس ممكن ناصر منسي كمان يبقى موجود كمهاجم طبعا هيبعد بقى سامسون إيكنولا ان الزمالك بيحاول يتخلص من سامسون إيكنولا وبيحاول يبيعه خلال الفترة لكن طبعا لغاية دلوقتي ما حصلش جديد في قصة سامسون إيكنولا مباراة كانت زي ما قلت لكم متوسطة الزمالك استحوز على الكورة أكتر ان الزمالك عنده في التشكيلة بتاعته لعيبة بتقدر تقف على الكورة عنده واحد زي عبدالله الصعيد عنده واحد زي ناصر مهر عنده واحد زي زيزو عنده واحد زي مصطفى شربي عمل يعني جابها ناحية الشمال مع عمر جابر محمد شعاتة عنده حمز المسلوسي بيبدأ الهجمة كويس جدا من تحت فيه طبعا بعض الأخطاء وده طبيعي جدا ان ده أول ماتش في الموسم هتلاقي فيه فريق البوليس الكيني في بعض الفترات وصل لمرمى محمد صبحي وهدد محمد صبحي مرتين ثلاثة طوال المباراة والزمالك كمان وصل والزمالك زي ما قلتلكم عنده قدرات ومهارات فردية في جميع خطوط الفريق دلوقتي يعني حتى جمز النهاردة بعد المباراة اتكلم وقال الزمالك السنة دي حيبقى أقوى من السنة اللي فاتت هتكلم على موضوع اللبس واللون اللبني هقولكو برضو ايه الأحداث اللي بتحصل في النادي عشان تبقوا برضو فاهمين القصة تيه دبعا ديه أحداد على الكابتن إيهاب جلال طبعا ربنا يرحمه رب كان طلبها المسؤولين في نادي الزمالك قبل في الاجتماع الفني ووافق عليها الاتحاد الأفريقي ووقفوا ديه أحداد النهاردة على الكابتن إيهاب جلال ربنا يرحمه الله الواحد يعني زعلان من ساعتها بس ربنا يرحمه رب ويدخله فسيح جناته يا رب بإذن الله